إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد انتهاء حرب اليمن ولكن أفعالها قد تزيد الأمر سوءا عنوان تقرير نشرته شبكة سي ام بي سي الأمريكية فبعد إعلان واشنطن وقف دعمها العسكري لقوات التحالف دعم الشرعية في اليمن الشهر الماضي إلى جانب رفع اسم الحوثيين من تصنيف منظمة إرهابية أجنبية ورفعهم من قائمة الإرهاب العالمي خسرت واشنطن جميع الأوراق التي قد تدفع الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات بحسب ما نقل التقرير عن جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية التقرير أشار إلى تكثيف الحوثيين هجماتهم ضد المواقع المدنية في السعودية مؤخرا على الرغم من إجراءات إدارة بايدن ومناشدة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ لهم بالتفاوض الباحث الأمريكي أشار إلى أن استمرار دعم تحالف دعم الشرعية للجيش اليمني بات الورقة الوحيدة المتبقية لإجبار الحوثيين على التفاوض بعدما تنازلت واشنطن عن جميع الأوراق الأخرى دون تنازلات حوثية ومع التناقض بين أهداف إدارة بايدن في اليمن وأفعالها التي أدت لتكثيف الحوثيين هجماتهم ضد المواقع المدنية في السعودية شدد التقرير على أن إنهاء الحرب في اليمن بات أكثر صعوبة الآن شكرا